تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين وذلك في إطار خطة تطوير الجوامع والمساجد افتتح سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية مسجد أبو صبح في منطقة الادراز وخلال حفل افتتاح المسجد شاد رئيس الأوقاف الجعفرية بالاهتمام الكبير الذي يوليه عهل البلاد المعظم والسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدور العبادة وإعمارها وتهيئتها وصيانتها إمانا منهما بأهمية الرسالة العظيمة التي يطلع بها البسجد في بناء المجتمع وإقامة الشعائر الدينية وتعزيز القيام والمثل العليا وشاد الصالح بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في كافة محافظات مملكة البحرين كما نوها رئيس الأوقاف الجعفرية من مبادرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في متابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة بشأن بناء وإعمار وصيانة الجوامع والمساجد في مختلف مناطق البحرين من جانبهم أعرب القائمون على المسجد والأهالي عن سعادتهم الغامرة بافتتاح المسجد منوهين بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لتسهيل إجراءات افتتاح المسجد تم اليوم افتتاح هذا المكان المسجد العامر مسجد أبو صبح في منطقة الدراز وهو واحد من ثلاث مساجد تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية ضمن مشروع سموهي لإعادة افتتاح وتعمير دور العبادة في جميع محافظات مملكة البحرين نحن سعاداء هذا اليوم بتشريف السادة أهضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ومعالي المحافظ ورئيس مجلس بلدي الشمالية وجمع كبير من الأهالي الذين شرفون بالقدوم والاستجابة لدعوة وجهتها إدارة الأوقاف الجعفرية في الحقيقة يغمرنا شعور بالامتنان نوجهه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم البلد الأمن والأمان ونشهد افتتاح العديد من دور العبادة والمراكز العبادية في جميع محافظات مملكة البحرين طبعا المسجد مهم جدا في هذه المنطقة والحمد لله شفنا بهذه الحلة الجميلة الرائعة وكذلك الأهالي كلهم يتمنون أن يرون بقية المساجد أيضا في الأعمار وفي هذا الجمال الشكر موصول إلى ولي العهد وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية والقائمين والداعمين شكرا 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 شكرا